ملخص الحلقة الرابعة والخمسون من مسلسل طائر الرفراف اهلا بكم يا اصدقائي في سبوت اون المشاهير بينما تزدم سايران وقلقون بالحقائق التي عرفاها عن السيد لطيف يحاولان تحديد الخطوة التي يجب اتخاذها رغبتها في البدء من مكان ما للوقوف على قدميها تشمر سايران عن سواعدها لكنها تتواجه وجها لوجه مع قلقون التي ترى ان هذا الصراع غير مهم وبينما يواصل فريد الذي يريد ان يبدأ بداية جديدة وينشئ علامته التجارية الخاصة محاولا اقناع نيفرا تتمرد بيلين التي تعتقد انها لا تتلقى ما يكفي من الحب والاهتمام من فريد على هذا الوضع لن يكون من السهل على سايران ان تشهد على كل هذه الاحداث عن قرب وفي مواجهة للسيد لطيف تقول سايران انها تريد عقد الصفقة معه بعد انقرر اورهان جعل كاظم يدفع ثمنا باهظا اعدى خطة خطيرة وقاسية وبينما فريد الذي يعلم بالموقف يدخل في صراع كبير لانقاذ كاظم يقع كاظم على الخط الرفيع بين الموت والحياة يقال ايضا ان كاظم سيصاب وستكون حالته خطيرة وسيحاول فريد انقاذه لكنه سيزجن لاعتقاد الشرطة بتورده ويكون كاظم فاقد للوعي واورهان سوف يترك فريد ويتخلى عنه وهنا ستقوم سايران بتقديم شكوى ضد اورهان لانه ورط فريد وتركه وستقف سايران مع فريد ما رأيكم بالاحداث وما هي توقعاتكم للحلقات القادمة شاركوني اراءكم في التعليقات نلتقي ان شاء الله بفيديو جديد الى اللقاء شكرا